في مجلس الامة أعلنت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم عدم إدراج ملف الاتفاقية الأمنية الخليجية ضمن أولوياتها على الرغم من طلب الحكومة وضعها ضمن الأولويات الرئيسية إلى ذلك تقدم النائب فيصل كندري بطلبه لعقد جلسة خاصة لمناقشة سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدقل ومن جهة الثانية تقدم خمسة نواب باقتراح يقضي بمنح اللاعب فهد العنزي الجنسية الكويتية على بند العمل الجليلة لما حققه لدولة الكويت